سجل يا تاريخ مبروك لكل أهلوية يوم جديد من أيام الانتصارات يوم جديد من أيام البطولات يوم جديد من أيام الألقاب الأهلي يحرز بطولة السوبر المصري رقم 13 في تاريخه من أصل عدين الأهلي على 13 من رقم كل أهلوية في كل أهلوية يعني الأهلي مفيش جديد فرحة الأهلي هو بركان السعادة بالنسبة لكل جماهير في كل مكان واحد أشكر طبعا دولة الإمارات العربية الشقيقة وشعب الإمارات الشقيق على حسن التنظيم ومجلس أبو ظبي الرياضي طبعا على حسن التنظيم وحسن الإضافة ده شيء طبعا تعودنا عليه ومش غريب أبدا على أهل الإمارات دايما الحقيقة تظهر كل اللقاءات اللي بيستضفوها في أجمل وأبدع مشهد ومنظر أشكر جماهير نادي الأهلي العظيمة اللي مالت ملعب مبارح واللي كانوا أصوات كثيرة يعني كان بتراهنا على الملعب هيبان فاضي لكن جماهير الأهلي كان عادة وفيش نادي في الدنيا الحقيقة أينما ذهب أينما توجه تلاقي جماهير العريضة والجماهير الغريف الغفيرة دي موجودة في مدرجات ملعبه لقل قليلة جدا ومنهم جماهير نادي الأهلي العظيمة اللي كانت منورة الملعب مبارح وكانت واحدة من تبلغات الجميلة اللي بنعيشها في تتويج جديد للنادي الأهلي أشكر كل جماهير نادي الأهلي في كل مكان حقيقة اللي دعمت وسندت وصبرت في وقت من الأوقات على ناديها الغاية لهم عاد في مستوى الطبيعي غول أفريقيا غول الكرة المصرية والعربية والأفريقية الأهلي الموسم ده جماعة العلامة الكاملة نتكلم على في أقل من ست شهور أو سبع شهور بتكلم على تلات تتويجات تكلم على تلات ألقاب تحتاج أندية تانية سنين واسنين كتير جدا عشان توصل للعدد ده من البطولات والألقاب الأهلي بيحقق في خلال شهور وتحت خيادة مارسيل كولر تالت بطول العلامة الكاملة ما بنسيبش سطر احنا ماشينا على كل السطور بطولة سوبر أولى على حساب الزمالك وبطولة كاس مصر على حساب بيرامدز وبطولة السوبر امبارح على حساب بيرامدز أيضا اللي خليني أقول الحقيقة أدي له شهدت حق يعني لازم نتكلم برضو كلمة حق أصبح يمكن قطب الكرة المصريية التانية مع نادي الأهلي امبارح شوف المواجهة الفنية من فرقتين على أعلى مستوى أخطأ فيها باتشيكو مش عايز أبتدي أتكلم كرة في أول الحلقة لكن لازم أدي بيرامة حقه لأنه أقدم مباراة كبيرة جدا مباراة كانت صعبة جدا على النادي الأهلي ما كسب الأهلي مبارح حدث ولا حرج يعني أنا شايف الحقيقة أنه ما كسبنا كتير جدا من بعيدا طبعا عن لقب السوبر وده المكسب الأهم طبعا لقب جديد وبطولة جديدة وإن كان القادم أصعب وأهم لكن كان مهم جدا أنه مشوار النجاح الفوز والانتصارات بتجيب فوز وانتصارات قاعدة كده خدها وإنت مغمى كان مهم جدا وإنت رايح على مباراتين أو خليني أقول أربع مبارات مهمة جدا هي أهم أربع مباريات الموسم ده بإذن الله إن شاء الله للنادي الأهلي وأصعب أربع مباريات الأهم والأصعب أهم أربع مباريات وأصعب أربع مباريات للأهلي الموسم ده بإذن الله مبارات الترجي ذهابا وعودة يوم الجمعة الجاية في تونس وبعدها في القاهرة ثم بإذن الله يكون لنا نصيب ونلعب المباراتين النهايتين نهاية دولة الأبطالة السنة دي هيقام بالنظام القديم بقى ذهابا وعودة وفي التالي عندك أربع مطشط مهمين جدا وصعبين جدا لأنك هتقابل الترجي والترجي واحد من أقوى الفرق في إقارة أفريقيا وهتقابل من بعده إما سانداونز إن شاء الله لو تخطيت عقب الترجي تقابل سانداونز أو الوداد والإثنين لحقيقة فرق على أعلى مستوى عشان كابل أقول لك أربع مطشط مهمين جدا الفوز ده استمرار عجلة الانتصارات والفوز بيدي ثقة وبيدي هدوء وبيدي راحة وبيخفف بشكل كبير جدا من الضغط العصبي فبإذن الله رايحين بدي وفع كتير جدا جدا على مبارات الزهاب عكس لقدر لوكة النتيجة غير كده واحد من المكاسب المهمة جدا 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 مارسل كولر اللي بدأ مشواره الموسم ده مع النادي الأهلي في ظروف ما تقدرش تقول إنها الأفضل في ظروف ما تقدرش تقول إنها كاملة الأدوات الراجل جه على فريق موجود كان بيعاني من ضغط ثلاث مواسم سابقين أثر بشكل كبير جدا على الحالة العامة للفريق كان في محتاج وقت إنه يكتشف الأولاء اللي معه مع ذلك قدر يحقق ثلاث ألقاب ويصل بالمستوى الفني لسيك من الألقاب والبطولات يصل بفريق النادي الأهلي للمكانة اللي يستحقها واللي اتطمن جماهيره بإذن الله إنه القادم مازال أفضل عندنا لسه مهم جدا دوري الأبطال عندنا بطولة الدوري المصري وعندنا بطولة الكاس إن شاء الله اللي هتبدأ بدول 32 بإذن الله أيام الفرحة جاية والانتصارات جاية والألقاب جديدة جاية للنادي الأهلي افرحوا خليكم فخورين جدا بفريقكم خليكم فخورين جدا وفي ظهر إدارتكم خليكم دايما وراء النادي الأهلي زي ما عودتونا وزي ما تعودنا وبإذن الله اللي جاي دايما أحد اشتركوا في القناة